فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما ونحن لا نقصد تشبه بهم فيه فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم ونحن لا نقصد تشبه بهم بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار قولهم إننا لا نقصد التشبه بهم هذا من باب الاحتيال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء إنه يجب تجنبه دون أن يقال نحن كذا ونحن كذا الدخول في التفاصيل الدخول في التفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن شيء إلا لحكمة بالغة وأنت ولو لم تنوي فغيرك ينوي ويقتديه بك وفتح الباب معروف فتح باب الشر للناس الناس يتسارعون إلى الشر أكثر مما يتسارعون إلى الخير فهذا باب أقفله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فتحه للناس بحجة أني ما أردت كذا ما أردت كذا ترجمة نانسي قنقر